كرواتيا هتقابل الارجنتين في الدور الجاي صفر الحكم ميسي اخدوا الكرة الرأس ثلاثة ربع فرقة كرواتيا ويلعبها لقاي حد يجيب جول الارجنتين واحد نفرح وتفرحوا كلكم وهيسى بقى والارجنتين هتصعد وخلاص بقى والدنيا حلاوة والدنيا حلاوة وفيش حسن من كده خش الشوت التاني اسست عالمي زي الاسست اللي عملوا ميسي النهاردة ده ويقوم مودي حد تاني يقوم جاي بجول يجيب الجول التاني ونفرح بقى كل خلاص بقى اتنين سفر والارجنتين صعد هيبقى لانهاء يا جماعة خلاص كل سنة وانتو طايبين يقوم جاي عام مودريش لدوة كده وفيش سالانسي بعد ديئة تنين وتمانين كده لفف بكرة كرة غريبة دي اللي هو انت ما تعرفش هو اصلا بيستحوز عليها ازاي وبتقعد تحت رجله ازاي وهو كله على بعضه قد كده وعنده سبعة وثلاثين سانة واخد الكرة لفف بيها النحة التانية وعم عامل السست بوش رجله الخارجي ومود الوقت جاي بجول في الديها اتنين وتمانين تاتة تمانين فانا وانت نقول اه بص ده جول شرفي اه هو ده جول شرفي اتنين واحد لكن هل يخلص السيناريو على كده لا خالص ما يخلصش في الديئة بعد ما انحكم ما يحسب اربعتاشر ديئة وقت بدل ضايع في الديئة تلتاشر وكسر مودريتش بنفسه ياخده الكرة من نص الملعب يرقص فرقة الارجنتين ويروح يجيب جول فالنتيجة تبقى اتنين اتنين فيروح للاكستراتين فما حدش يجيب جول والارجنتين توقع تجيب الكرة تخبط في الايم ترد بقى انت قم رايحة عالجون تقم ردها من سدر الجون تقم رايحة للوادي قم حططها وموصلها في الايم تقم ردها ومواخد ضربة روكنا يقم لعبها تاني يقم خططها في الايم وتقم ردها وتقم رايحة عجمة مرتدة ويجي برضو لو كان مودريتش برضو تاني وياخد الكرة وحيروح بقى يجيب بيقى جول والمفروض انه هجيب بيقى جول يقم مارتينيزي هتدخذ ويقم يصد الكرة دي الانفراد اللي هي في الديئة كام اللي هي في الديئة الاخيرة بقى خلاص من الشط الرابع ويصدها فيروح لركلات الترجيح من نوحة الجزاء والبقى انتو عارفين وتصعد كرواتها للنهائي وتلعب بقى الطرف التاني اللي احنا محناش عارفين وكل سنة وانتو طيبين وقادي السكة والله العظيم هي فرقة جاية بالسيناريو بتاعها بالمشايخ بتوعها بسلطاتها ببابا غنوجة هتعمل كده في كاس العالم ومروح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته